الحكومة على مدار السنوات الماضية رفعت الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة والحد الأدنى للأجور حاليا مفروض وفق القرار الجمهوري الأخير هو 2400 جنيه الحكومة قادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور لدى العاملين لديها هي المسيطرة هي اللي معاها وزارة المالية فتقدر تقبض اللازم بس عايز أقول لك إن لو إجمال العاملين في مصر 27 مليون فإجمال العاملين في الدوين الحكومية 5 مليون يعني العاملين في القطاع الخاص 22 مليون بس مش كلهم لسه بيبدأوا السلم الوظيفة الحكومة رأيها وده طبيعي لازم حاجة اسمها تساوي في المراكز القانونية لو أنا أشتغل في القطاع الخاص لازم أخذ أجري اللي بياخده زميل المواطن في الحكومة وبداية التعيين تبقى 2400 جنيه المجلس القومي للأجور أصدر قراره بتطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص بداية من 1 يناير الماضي بمعنى إن أنا لو أنا موظف في القطاع الخاص ولسه متعين وصاحب المصنع والشركة بيديني ألفين جنيه لا أنا ليه 400 جنيه في التسعة شهور اللي فاته المجلس القومي للأجور قال ده لأصحاب القطاع الخاص إحنا عندنا 3.750.000 منشاء قطاع خاص ما بين شركة مصنع الكلام لكن نقابة العاملين أو نقابة القطاع الخاص متحفزة على بعض القرارات من المجلس قومي للأجور هي بتقول للمجلس قومي للأجور على عيننا وعلى رأسنا القرار بتاعنا اللي هو تطبيق الحد الأدنى للأجور بس انت عاملة المجلس قومي للأجور عاملة للحكومة للعاملين في الحكومة زيادة سنوية مقطوعة معروفة بس لما جيتي عند القطاع الخاص قلت لهم زيادة سنوية لا تقل عن 3% من أجر التأمين الأساسي يعني لو انت موظف حكومي بتاخد 3000 جنيه أجرك التأميني 200 جنيه الراجل هيدليك حسب القانون 6 جنيه بس المجلس القومي للأجور قال للأمانة بحد أدنى 60 جنيه حد أدنى 60 جنيه المجلس قومي للأجور فيه لازم يستمع إلى آراء نقابة القطاع الخاص نقابة العاملين بالقطاع الخاص بيقول لا يا مجلس قومي للأجور كميلك ميلك معنا انت عملت حد أدنى للأجور نحن نحترمه ومفروض زينا زي العاملين في الحكومة بس الزيادة في القطاع الخاص ما ينفعش بهذا الشكل ليه لأن القانون نص إن الحد الأدنى للزيادة مفروض تبقى 7 في المية ولازم هذا يطبق في القطاع الخاص هذا حوار مهم جدا وما فيش مرة أنا كنت موجود فيها في قطاع خاص في مصنع في شركة في محل أحزائي والله إلا لما يجي العاملين يقولولي لو سمحت اتكلم عننا اتكلم على العاملين في القطاع الخاص لأنه مهدور حقوقنا طبعا ما قدرش عمم يعني لكن العامل في القطاع الخاص بيشتغل 12 ساعة صاحب المصنع يخضوا من 10 صبح إلى 10 بالليل عد على جميع محلات بيع الأحزية والملابس والشونط والكلام ده تلاقي العامل يعني ولا بتوعي السيراميك ولا الكلام تلاقي العامل يعني بيشتغل من 11 إلى 11 يعني يومه مدبوح وإيه بياخد يوم واحد أجازة يعني طب ده معتمد على إيه طب دور على عملات البنزين البنزين ما بياخدوش رواته معتمدين على التبس البقشيش البسيط اللي أنت بتقوله طب هل فيه تأمين طبي؟ هل فيه تأمين اجتماعي؟ وإحنا عايزين نعمل مظلة لجميع العاملين بالقطاع الخاص أنا عايز العامل ده لأنه بيكبر يضمن ليه تأمين صحي شامل يضمن ليه معاش يضمن ليه زيادة كريمة لو أنت مش قادر توفر ده كقطاع خاص وتعمل المؤسسة اللي تعمل ده قعد في بيتك ما تعملش النشاط قعد على القهوة وحط فلوسك في أي بنك لكن مجيش تشغل ولا تبلدك بالسخرة كده وتدلهم أجور متدنية وإنت مش قادر تلتزم بحد أدنى الأجور ولا قادر تلتزم لهم بتأمين صحي ولا توفر لهم رعاية كريمة ولا تأمينات اجتماعية محترمة وبالتالي أنا بضمن صوتي لصوت أي مسئول عايز ينتصر للعملين في القطاع الخاص أنا ما بقلبش العملين في القطاع الخاص على أصحاب الشركات والمؤسسات بس عندك مؤسسة كبيرة زي بتاعة الحج محمود العربي بيعمل فيها عشرات الآلاف ده الناس بتتهافت للعمل فيها لأن الراجل بيكرم العملين فيها زي ما بيكسب بيكسب الناس اللي معاه مهتم بيه لما سألوه مرة الله يرحمه صاروتك كام؟ ده من كم سنة؟ علهم 15 ألف عامل وموظف ومهند دي صاروته لكن مش كل الأصحاب المصانع يعني والشركات هم الحج محمود العربي وبعضهم ممكن بيكون بيشاهدني دلوقتي ويدحك يعني يقول لك الراجل ده عمال يتكلم في الطل يعني بس خلينا نشتغل فاهم رسم النظم فاهم رسم النظم الناس ده ياخد حق حد أدنى أجور يطبق ثم أيضا زيادة سنوية آمنة وعدلة وينبغي أن يتوفر لجميع العملين في القطاع الخاص جميع العملين بلا استثناء تأمين صحي شامل وأيضا تأمينات اجتماعية